السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جاينا لكم بفيديو تاني تكملة للشرح الرونز الفورجد أو الرونز الجديدة اللي مفاكر سوينا فيديو قبل هذا تكلمنا فيه عن مقدمة عن الرونز شرحنا فيه الرون الأولية اللي هي البرسجن أو الأولى اللي هي البرسجن زي ما قلنا في الرونز فيه حاجة اسمها الخط الأساسي والخط الثانوي واختيارك للخط الأساسي يحدد طريقة لعبك واختيارك للخط الثانوي يساند طريقة لعبك يساند الخط الأساسي اتكلمنا في الفيديو اللي فات على البرسجن ومن تنفعلوه تقريبا الفيديو هذا حنتكلم فيه على وان شاء الله الفيديو هذا القانون حنتكمل فيه على نبدأ على طول على الدمونيشن. الدمونيشن كتري. زي ما قلنا فيها في الفيديو السابق. التري هذي مخصوصة للناس اللي يبقوا يسووا بيرس داميج عن تاركت اكسس. يعني آآ يسوي كومب واحد يفجر على دامه. آآ فكروا فيها بالطريقة هذي آآ فيجر آآ 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 طبعا وين كان دبليو آلتي بعدين كيو. على شراء كنتي جي عليهم. مشي. انفجر. آآ آآ كل الشامبيونز هذول اللي هما يبغوا يوصلوا للباك لاين او يبغى يكتل حتى الفرونت لاين بيكم بواحد يفجروا دفع واحدة آآ 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 هذه التري اللي تبقى ها. آآ وزي ما قلنا يا شباب في الفيديو السابق. انه والله الخطة الاساسي تقدر تختار فيه اربع رونز والخطة الثانوية تقدر تختار في آآ اتنين رونز لما تختار دومونيشن كخطة اساسي. اي شي تختاره في الخطة الثانوي حياطيك البيستات حق الدومونيشن اللي هي 11 اتاك داميج او 18 ابلتي باور ادابتب ولو اللي موفاكر ادابتب ادابتب اش معناها؟ معناها إذا انت كنت اي دي تشامبيون زي زت حجيكه ال 11 اتاك الداميج زيادة. اذا كنت اي تشامبيون آآ زي فيغر حجيك الثامنطاش ما حجيك الاثنين يا هادي يا هادي على حسب على حسب نوع الشامبيون الاندر في شامبيون ستانكي ما ينعرف يعني انت ما تشتري لهم AP ولا AD هم عندهم في القيم حافظين مثلا لو خط ناتلوس ناتلوس AP فحيقوم حيرطيك مع انه انت حتروح تانك حيرطوك الـ 18 واروها كلام في كل الحالات بالنسبة للكيستونز عندنا اللي هي الالكترتيوت عندنا Predator وعندنا دارك هارفست هي اللي كانت سابقا اشي اسمها نسيت اسمها صراحة اللي كانت كل ما تسوي ثلاثة ضربات الضربة الثالثة تسوي لك ماجيك داميس فهذه فهنا الفكرة تمشي على اتاكس وتمشي على ابلاتيز مو بس بيسيك اتاكس عشان كده تنفع ما تنفع على الابليتي تشامبيونز هذول بس الابليتي تنفع على هذول طبعا الالكتركيوت زي ثاندر لورد تابقا غيروا اسمها وغيروا الداميج مو ديفاير حقها فسار لما نسوي الثلاثة هتس سواء ابلاتيز ولا يعني تسوي كيو ولا زد تسوي اوتو كيو اوتو ولا اوتو كيو دابليو ولا كيو دابليو اذا انت تروح كيو هناك وتسوي اوتو اي ثلاثة ضربات تجيك تسوي لها تسوي دامج خمسين الى مئتين وعشرين زائد خمسين في المية بونوس اي دي دامج يعني من ولا فاصلة ثلاثة اي بي بونوس اي دي يعني من الايتمز اي بي يعني من البيس فتنفع احسن كثير على ال اي بي تشامبيونز صراحة تنفع على الكل الفكرة فيها انو الدامج اللي تسوي يتمد على اللفل حقها كلنا عارفين والكولداون حقها خمسين ثانية بداية الجيم خمسة وعشرين ثانية لاتجيم فكل دقيقة تكرت سويها مرة واحدة في بداية الجيم فلازم توقيت دخلتك على انو والله الالكتركيوت موجودة عندك استناها تيجي يوم ما تكون موجودة خش تسوي الكمبو حقك والله سميع الدعا بعد كده عندنا الفردتر انشانت your boots with an active effect channel for 1.5 seconds out of combat to gain 45% movement speed for 15 seconds damaging attacks or abilities in this effect طيب هادي اعتبرها زي فاكينا الـ item الـ glorious الـ righteous glory اللي هو لما تفك يديك تطير الف كده بس الفكرة فيها انو مو اول ما تفك وتطير يجيك channel for one another second يعني تشتغل بعد ثانية ونص طبعا الميزة فيها الـ channel هذا يقدر ينفع وانت تمشي برضو اوكي ولازم تكون out of combat ما تقرر تشغلها وانت في combat اذا انت برة out of combat وانت ماشي تشغلها وتفك كل الـ champions اللي عندهم predator هيصير عندهم زي الـ W حقة واروك اوكي فاواروك لما تشغل الـ W فاكرين يجيك movement speed كده كبير وتشوف الـ adam اللي تشم ريحت وهنا نفس الفكرة وانت ماشي يشغلها وتفك sprint وخمسة واربعين في المية movement speed 15 ثانية ما توقف الين توصل لواحد وتضربه سواء auto attack ولا ability ولما تضربه تسوي على دامج ما بين ستين مئة واربعين bonus AD ولا 25 ثانية bonus adaptive damage برضو اذا كنت AD حتسوي AD دامج اذا كنت AP حتسوي AP دامج فهذه مع الحقك ايش مع الستات حق الحقك الكل داون حقها يبدأ 180 ثانية لمية وعشرين ثانية فما تقر تستخدمها الا كل ثلاث دقائق او دقيقتين مرة انها شوي طبعا هذي تنفع لمن تنفع على اللي ما يقدروا يسوو بالزات اللي ما يقدروا يسوو قبل level 6 مين كمان ما ما باقول كويس لانه وارويك اردي عنده هذي مرة حلوة اه خازيكس بلاش رينقار احسن خازيكس لانه ممكن ولا حتى تشتغل معه احسن في كل الحالات اه طبعا ما فيها كلام الهورسي شي اسمه الهورسي حقنا اللي هو هكريم لانه هذي تشتغل مع ال اي حقته كل ما زادت سرعتك كل ما زادت دامج حق ال اي فتفك بريدتور تجي مصرمخ مئة مليون اي تفجر الاتمي برضو ممكن تنفع عليهم بعد كده عندنا الدارك هاربست شامبيون لارج منيون و سيكن لارج مونستر دروب سول اسسنس الشامبيون والمينيون الكبار اللي هم الكانون و لارج مونستر يعني كان في الجنجل اللي هو الريد والبلو والريث الكبير المهم الكبار فقط ينزلوا اسسنس الاسسنس هذا ايش يسوي لك يجلس معك 20 ثانية طبعا هو ستاكس يطياح لك زي السول كده في الارض زي السول اللي يطيح ل ثريش عشان يجمعها في ال و و انت ماش يتأخذها فما يحتاج تغلب نفسك وانت جنبها تجيك على طول كل كل سول تعطيك ستاك طبعا اهو قال لك المنينز يعطوك سوري المنينز يعطوك اربع اسسنس المنصر يعطوك اتنين والشامبين يعطيك ستة كل ما تاخد واحدة 20 ثانية الجاية يصير عندك البونس دامج 40 ما بين 40 لـ 80 زائد السول السول لان لو عندك مئة اسسنس هيصير الدامج حقك على حسب اللي نقول في البداية مئة اسسنس انت تقريبا في نهاية الجيم او في مد الجيم هيكون الدامج حقك مثلا 80 زائد 100 يصير 180 بونس دامج زيادة على الأتاك الأولى هتسوي الدامج زيادة هل هي او هي انا انا لما نشوف كلمة اتاك في الشرح افهم انه عادة ريوت اكتبوا ما كتبوا فهذه ما تشتغل على حد علمي الا على فلو انت عندك قل من 150 السنس ال السول هذا اللي ليه ما توصل الضربة تجلس شغال 20 ثانية لو عندك اكتر من 150 ستاك هتجلس شغال 300 ثانية خمسة دقائق يعني رحت قلت ثلث مينيون صار عندك تروح تضرب واحد اوتو خيرتها لازم تروح ترجع تضرب ثاني مينيون كبير ولا حاجة كبيرة عشان ترجع ها فدائما فدائما الناس اللي اللي اللعب يعرف انه لازم عشان يشغلها يروح يكتل المفروض يكتل حلاتها في التيم فايت فاذا قتلت شامبيون على طول هيرجع لك الستاك هيرجع لك الشارج تروح تضرب الشامبيون اللي بعد قتلته هيرجع لك الشارج ففي تيم فايت مرة حلوة ان كان انت بتسوي غانك كجنغلر تكتل واحد من الابيك مونسر بعد انت تروح تسوي غانك بعد انت ترجع تكتل ابيك مونسر وهكذا ان كان انت لانر لانه في يعني دارك هارفست في اللين هم حطين لك شامبيون سيكس سولز المينيون يعطوك اربع سولز يعني في حالات الدارك كويسة فيها في اللين يعني مو لازم تكون جنغلر عشان تختارها بصراحة قد ما حاولت ادور على اي شخص او اي شامبيون بيلعبها حاليا في غير الجنغل ما لقت ام اتكلم على على سندرا بعضهم لعبوا بيها بس عالسيس لما تسوي مرة سهل تسوي لما تقتل المينيون الكبير وبعدين على طول تفك بعدها بس ما زالت افضل فالين ما يصير بالانس للشغلات هذي كلها مبدئيا افضل على ثلاثة اربعة اللي هما ميد او بيرشتي على اللي مو هما اللي ما يقدروا يسوي جنك زي الناس العوادم بري سيكس او حتى بوس سيكس هذي تساعدهم يقنقوا وبعض اللي زي زي هكريم هذي تلاثة اربعة جنقل اساسنز والجنقل اه اللي هما يعيش يلعبو يلعبو جنقل اه زي 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 كندرد اه شاكو ممكن حتى اه اه خازيكس مرة كويسة عليهم افلين برضو مرة كويسة دارك هاربست عليهم انه زي ما قلنا الدامج حقها دابت بيعتمد على الدامج حقها فتشتغل على الكل في كل الحالات اذا انت واحد من الجنقلرز هدو احتمال كبير دارك هاربست احسن لك اذا انت واحد من الجنقلرز اللي يعتمدو على التاك سبيد ولا يحتاج قانك اه اوتسايد دا جيم هادي تنفعلك اذا انت من الناس اللي تسوي ابليتي كيو ابليتي او تبغى بيرست مهول بسرعة اذا انت بيرست تشامبيون اساسي تقريبا افضل في كل الحالات بعد كده نروح للمجر رون عندنا تشيب شوت عندنا تشيب شوت وعندنا صدن امباكت ولا تنسو يا شباب اذا كان البرائماري باث حقك تقدر تختار الكيستون اذا كان السكندري باث حت تختار ما بين واحدة من هذول فحنتكلم عنها كبرايماري باث اول شي بعدنا على سكندري عندك تشيب شوت تشيب شوت ايش فكرتها دامج اتشامبين واذ امباير موفمنت او اكشن ديلز 12 to 30 بونس ترو دامج ترو دامج يعني ما يطالع في الارمر حقك ولا في الماجيك رزيست حقك ميزتها الكل داون حقها اربع ثواني فايدكر تسويها مرة كثير بس لازم نقرأ الكلام اللي تحت اللي هو اكتبات اون دامج اكتبات افتر دا امباير يعني الدامج حقها ما يشتغل الا اذا سويت ضربة بعد الستن مثلا انا بلعب فين سويت ال اي حق ضربت واحد راح اجدار سر له ستن لازم اضرب وضربة بعدها عشان اشغلها فالضربة اللي بعد الستن تيجي ولازم نفهم كلمة امباير موفمنت او اكشن امباير مينت معناها ستن سلو سايلنس بلاينت يعني تيمو بلاينت تنفع عليها السايلنس حق حق كاسدن كاسدن يسوي سايلنس ولو قفوشان و سايلنس من كاسدن سايلنس حق تاني ما الزهار انفع عليه السن السلو اي شي يؤدي الى اي نوع من انواع الامبايرمنت هذي يسموها امبايرمنت في الجيم الضربة اللي بعد تروب لو انت روح تيمو تسوي كيو بلاينت البيزن حقك اللي انت حطوا عليه والاوتو اللي هتحطوا عليه وبعد اربع ثواني تقدر تسوي الكلام هذا فكويسة على مجموعة اي دي سي مثلا السكندري حقي احتمال كبير احتمال كبير يكون يعني على بين الثلاثة صراحة ينفعوا على حسب الماتشابر اللي قدامك اذا انا مني خايف العب الكيو حقتي هنشرحهم بعد نشوف الباقي ف ف ف اذا انت من اللي عندك كثير هذي مرة كويسة عليك ممكن يعني حتى لو كان عندك السكندري سوسري لا تنسوا شباب سوسري مثلا لو أخذت السكندري سوسري في عندك اللي هو الكومت صح اللي هي السلارتي فهن الكومت راح فورتش نوليفاين ارب هذيك في اسمه لو أخذتها كسكندري طبعا لو أخذتها كأساسية ممكن تاخذ الكومت ولا سامون ايري صح اللي هو الكيستون ايش بي ما نمتبه لها فلما تاخذها وتاخذ السكندري حقتك تشيب شوت حتى على السلو حق الكومت فممكن على السلو اللي جاي من 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 رون تانية تستفيد منها في التشيب شوت اوكي طبعا يا شباب لو أي شي قلته غلط الفيديو هذا في بداية السيزون حصل لهم اكي ففي كل الحالات التشيب شوت كل ما تضرب تهيل طبعا كل عشرين ثانية وهادي اللي هي الساستين رون مرة كويسة كأي دي سيز ثلاثة أربع الأي دي سيز اللي ما عندهم داشز ولا عندهم سي سيز لأنه كثير من الأي دي سيز ما عندهم سي سيز هتلاقيهم يلعبوا هذي عشان يقدر يرجع هلث عشان التريد طبعا في بداية تقريبا الهلث اللي هترجع حوالي عشرين فهادي واحدة من الرونز اللي إذا فاكرين تكلمنا على إنه في رونز تنفع لأيرلي وفي رونز تنفع لليد وفي رونز تنفع أيرلي وليت هادي تنفع أيرلي مرة كثير عن الليت الأيرلي حقها مرة كويس الليت حقها مرة واضية عشرين هلث مع كل كل عشرين ثانية معناها معناها مرة كويس يعني هذا مرة مرة حلوة طبعا ما تشتغل إلا لما تضرب تشامبيون فلا تنسى لما تضرب تشامبيون بتأخذها فهذا معناها هو بيقولك لما تلعب تيستو بلاد معناها تبتسوي تريدز بزات مع تشامبيونز ما عندهم تيستو بلاد بلعب سفر احتمال كبير حاخد تيستو بلاد فأروح أضرب الضربة اللي أبغاها بتلعب مد قدام بوك تلعب تلعب طبعا ممكن تنفع عليه برضو بس في حالات كثيرة لما يكون قدامك بوك حتلعب بتشتو بلاد ليش لأنه والله تبغى سستين ما تبغى سستين ما انت خايف نروح سدن يعني بعد ما تخرج من يعني تنفع على تويتش تنفع على تنفع على خازكس تنفع على او سويت داش او ليب جمп بلنك زي الو حق زت تلابورت بعد تي بي داش زي اي حق إزريل سوري زي 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 الفلاش زي اي حق لوسيان ليب زي الجم حق خازكس بعد اي واحدة من هدول حتسوي دامج زيادة إذا او او نفس الشي نفس الشي بتاست البلد لما نقول ما حدد بي عمي معناها الكل تشتغل حس لما تسأل تقول لي فن حق فن حسب اللي قد دامي إذا اللي قدامي مرة بوكي بهدلني حاخد تيس بلد لأنه أبغى ساستين إذا اللي قدامي أقدر أواجهه نص ونص أخد شيب شوت عشان أسوي الإي أصقعه في جدار إيي سادن إمباكت يشتغل على التنبل حقت فين بس دايما الاتنين هدو الأحسن إذا بلعب لوسيا أخدتها سيكندري حاروح سادن إمباكت إذا أخدتها برايمري بلعب زد حاخد احتمال كبير سادن إمباكت ليش لأنه البلينك حقته والدابليو حقته تشغلها الالتي حقته تشغلها الداعش حقت الأكالي تشغلها أي داش أي جنب أي ليب الفلاش لا يا شباب يعني لازم ability لو فلاش يعني معناها كل الشامبيون في القيام فيعتمد على الشامبيون اللي ابتلابه ويعتمد على هي برايمري ولا سكندري بس في كل الحالات الصف هذا كله ممتاز ما تقرأت روح غلط في الصف هذا إلا دا والله عندك شامبيون أنا جارس ألعب كوكما وروح سكندري هذي وأنا مقدر أستفيد منها يعني شامبيون ما يستفيد من صدر إمباكت فشوف الشامبيون اللي بتلعبه واختر عندك سي سي قوي يس لأنه تشيب شوت حالاتها يعني تشتغل كل أربعة ثواني الإي حقات ياسوة تشتغل على صدر إمباكت برضه لأنها داش أي داش أي ليب أي بلينك أي تليبورت يشتغل عليه الهيل تنفع في ثلاثة أربعة الحالات اللي أنت تحتاج فيها سستين السدن إمباكت تنفع في ثلاثة أربعة الحالات اللي أنت تبغى عندك يعني عندك يقدر يسوي واحدة من الحاجات هذه اللي هو ستلث داش ليب لينك شايفاني بتشوفوني أنا لما لعب تويتش ألعب بسدن إمباكت ما لعبها ما لعب تيستو بلد يعني تيستو بلد كويسة تيستو بلد كويسة إذا الماتشاب اللي قدامي أنا أفوز عليه أاخد سدن إمباكت إذا الماتشاب اللي قدامي أنا ما أقدر أفوز عليه أخد تيستو بلد ففي كل الحالات تيستو بلد في حالات كثيرة أفضل من أي شيء غيرها بعد كده عندنا السطرة الثانية اللي هو زومبي ورد الغوست بورو والأيبال كليكشن الزومبي ورد يا شباب مية حاجة لازم نعرف من الزومبي ورد أول شيء ما تنحذب في الماكسيمم حق الزومبي ورد حق الورد العادية حقتك انت كورد العادية ما تكن تحط إلا واحدة pink و وش اسمه واثنين اثنين ولا ثلاثة تصدقوا نسيت اثنين ولا ثلاثة اللي هو ال green اثنين ولا ثلاثة الزومبي والثلاثة الزومبي والثلاثة الزومبي والثلاثة الزومبي والله من زمان ما لعبت سابورت يا شباب صراحة فما نيفكر فبغض النظر الماكسيمم تكر تحطوا بالووردز تلاتة تلاتة ووردز ثلاثة نورمال ووردز وواحدة pink بتي قلت تحط أربعة ووردز بس لما الزومبي ووردز تسيبهم في الأرض ما ينحسبوا ضد الأربعة فممكن تكون عندك زومبي ووردز في محلات كثيرة وانت مثلا حاط أربعة وروح تسوي تسكان لورد بعد ما تروح الورد اللي سويت لها سكان وقتلتها تطلع زومبي وورد بعد ما انت حاط وورد لو حطيت green وراحت اختفت يعني جلسة 120 ثانية ترنكت حقتك ولا تسعين ثانية ترنكت حقتك ولا جلسة الورد العادية حقتك اللي هي التو منتس ولا تري منتس حتطلع بعدها زومبي وورد فالفكرة فيها انه ممكن تنور كل الماب لو انت عارفش تسوي وزومبي وورد صراحة ان كان تسألوني اظن في LCS حتكون مرة خربانة ليش؟ لانه هناك يستخدم كلهم يستخدم ترنكت زي الناس اولاد بزات الجنجل والسابورد حيكونوا يلف لفطور الوقت حينزلوا الترنكت حقتهم بعد ما تخلص الترنكت حقتهم اللي هي 90 ثانية هتطلع وورد تجلس 3 ثوانية زومبي وورد طبعا لو ما شافوا قتلوها طبعا الفكرة فيها زومبي وورد وانت ماشي تشوفها تضربها على طول تشترها وتمشي بس انه 3 دقائق صغير الترنكت حقتك هذا ايش معنى؟ انا اعلاعب توب اذا انت تلعب توب ما في اي عذر لك اني مور ليش؟ لانه تقدر تخلي البوش توب حقتك موردة 24 ساعة تروح تحط الترنكت للصفرة حطيتها في البوش خلصت طلعت زومبي وورد جرسة 3 دقائق رجع الستاك حقك حقه ترنكت مرتين تقدر تحطها مرة تانية وتقدر تحط واردين تقدر تحط وارد في التراي بوش وتقدر تحط وارد في البوش حق الجنغل وتخليها منور الحالك من دون جنغل ما عد في عذر للتوب لينر زي شباب نهائيا اذا توب لينر وتعتمد على وانت بوشر لين بوشر وفي قانكس كتير تجيك زومبي وورد حتخلي حياتك سهلة تقدر تورد طبعا اذا كان اذا انت من الناس الفهمين وتعرف انه والله في زومبي وورد طبعا المفروض الادم اللي قدامه كل شوية يروح على البوش ويشيلها فاذا ما يروح يشيلها انت المبسوط وطبعا هذا اللي بيصير في ثلاثة اربع الجيمز في اللو إيلو يعني والله حتى لينا التوب إيلو عامة يعني ما تقريد تروح تفك تشيل الوارد إلا دا كان عندك لين برايورتي إلا كان دافع لين فما انت دافع لين هو دافع لك يعني انا متأخرا جالي ستحت التهوى الحقي انا ما قدر اروح اشيل الوارد ورد ورد زي الناس والوادم فالزومبيوارد هادي الميزة فيها آپ الميزة فيها السابورتز والuntuops وال 53 الجنغلز حيستفيدوا منها مرة كثيرة الزومبيوورد لما تشيل وارد هتطلع الزومبيوورد لما انت منخلص تمام الحق الوارد حقتك هتطلع زومبيوورد فُ этаx champion ولاZ role لما يكون عندك سكانر ولا يكون عندك wording totems ولا يكون عندك ورد عادية زومبي وورد غير كده عندنا حاجة اللي يسمها الغوست بورو غوست بورو لما تدخل برش يطلع بورو لو مشيت من البرش البورو يجلس في البرش هذيك إلين ما أحد يجي يخوفه ويجي جنبه ويشرط أو أنت تحط بورو في محل تاني طبعا الفكرة في غوست بورو والزومبي وورد متقاربة من بعض بس الزومبي وورد أحسن مرة كثيرة لأن زومبي وورد ممكن تحط ثلاثة أربعة خمسة زومبي وورد في المقابل بورو هذي قلت تحط إلا واحد فوقت واحد والبورو ما هتنفع على السابورت والتوب ما هتنفع إلا الجنجل أنت والله داخل عندهم في الجنجل ولداخل عندك في الجنجل تدخل في البوش تحط الورد ووراك عشان ما تحط البرو ووراك عشان ما أحد يجي ووراك حاليا بالوضع حق القوست بورو هذا القوست بورو المفروض ما أحد يأخذه إذا أنت تبغى تنور الماب أو تبغى تورد حاجة خد الزومبي وورد أحسن منك تأخذ الغوست بورو طبعا هذا معناه أن الغوست بورو هيصير عليها تعديلة أنا متأكد بعد كده عندنا أيبور كوليكشن أيبور كوليكشن لما اقتل شامبيونز لما تشيل وورد هذه لازم نفهمها لما تشيل وورد لأنه هنتكلم عنها بعدين في الرونة الأخيرة لما تشيل وورد يجي لك ستاك طبعا هذه أيبور كوليكشن يعني بتجمع العيون حقة الناس فأخذوها لترلي لما تشيل واحد تشيل عيونه لما تشيل الوورد بتشيل العيون حقتهم في الماب صح؟ فأي هذه من الحاجات اللي أنا صراحة ضحكتني لما قريتان فلما تشيل وورد ولا لما تشيل واحد يجيك ستاك لما تجيب عشرين ستاك خلينا قبلها كل ستاك تجيبه حيديك أدافتب بونس حيديك دامج زيادة حتزيد الدامج حقك 0.6 attack damage أو 1 ability power على حسب الشامبين حقك زي ما قلنا إذا كنت AD حيجيلك فاصلة 6 AD إذا كنت AP حيجيلك واحد AP بعد ما تكمل عشرين أيبور اللي هو التوتل طبعا ما حتكملها إلا مرة متأخر في الجيم يعني هذي هذي الفائدة حقك هذي من هذي من الرونس اللي ها early game مرة ممتازة ليد game فهتجمع العشرين أيبور حيجيك 6 attack damage زيادة أو 10 you will gain additionally additionally حيجيك 6 زيادة ولا 10 ability power زيادة على حسب الأدافتب ف 10 أخذنا لو جبنا 20 أيبور يعني كل 10 جابولي 6 6 6 لما نكمل العشرين هاخد 6 زيادة فحيصير عندي 18 attack damage زيادة لما نكمل هستاكس حقتي كاملة أو حيصير عندي 30 ability power زيادة لما نكملها في الهيطة طبعا كل ما تقتل champion تاخد 2 أيبور كل ما تقتل word تاخد 1 أيبور فالفكرة تنفع على مين ADCs لما تاخد secondary domination diamond هيكون taste of blood وeyeball collection الخيار الأمثل لأنه كADC أنت بيشغلك في الجيم تقريبا 3-4 الـ ADCs يبغوا في الميد وليد يكون يكون الدامج حقهم كويس وإنت في الـ early game أنت مرة ضعيف كل اللي حتاش تسوي انك تجمع دامج تبغى توصل لليد game سيناريو هذي تزود الليد game fantasy حقك فالـ الـ ADC secondary path اللي هو الخط الثاني مش الأول مش الأساسي الثانوي تاخد عليه تقريبا 3-4 على taste of blood وeyeball أو southern impact وeyeball أو في حالة vein cheap shot طبعا vein ممكن برضو taste of blood أحسن عليها بس حالات مخصصة cheap shot وeyeball أوكي فإذا كنت top laner jungler support وما أخذ هذه secondary الزومبي وارد مرة ممتازة بالنسبة لك ما فيه ولا شيء من هنا ينفع للsupports الزومبي وارد هنا ينفع للsupport وفي حاجة في اللاين الثالث لو أنت أخذ support secondary domination ينفع زومبي وارد مع واحدة من هذول دو حين أشرح لكم في كل الحالات let's say ipo collection بعدين نمشي على الخط الثالث اللي هما يسمو الهنتر line عندك revenus hunter عندك ingenious hunter عندك relentless hunter الـ revenus hunter heal for a percentage of the damage dealt by your abilities فقط the abilities مش باوتو اتاكس يعني انت champion يعتمد على اوتو اتاكس أبدا ما تاخد revenus hunter earn a bounty hunter stack at first time you get a takedown on each enemy يعني ممكن تجمع heal الين 10% sorry اتنين اوص زائد اتنين اوص per bounty hunter اتنين اوص ضرب خمسة يعني 15% heal يعني ممكن طبعا هذي تاخد stackات عليها تقرى تاخد 5 stackات stackات هذي لازم unique يعني كل champion تقتله او تاخد عليها assist مرة اوكي يعني champion قتلته قتلته مرة ثانية ما تاخد عليها ولا شي ثانية ف الماكسيمم هذي زي زي فاكرين في الرونز القديمة كان في حاجة اسمها bounty hunter نفس الفكرة هنا تاخد heal زيادة على كل unique takedown takedown زي ما قلنا يا kill يا assist تاخدها على الخمسة champions كلهم قتلت الاثنين اللي قدامك في البط هتاخد مرتين ثلاثة ومرتان ما تاخد شي تكتل الادم اللي في الميل تكتل الجنجل او تاخد assist عليه وتكتل التوب تكتمل اوكي تزيد الpercentage of damage dealt by your abilities يعني spell vamp اللي فاكر هالspell vamp زمان هذي هي هذي spell vamp هذي تنفع على كل ال ويحتاج وياخد هذي تنفع على زيد مرة كويسة ما ما أدري زيد هناخدها ولا ما هناخدها لما نرحب لأساس لانه ممكن out of combat movement speed لما تبقى تسوي رومز كثيرة هذي ما نحتاجها مرة ممتاز عليه اذا هتاخد primary domination زيد احتمال كبير مرة كويسة عليه لما تبقى هاي ناكل ما تسوي abilities و تتمد على abilities حقاتك تزود تنفع مرة كثير بعد كده عندنا الانجينيوس هانتر اكتف ايتم cdr تاخد عشرة في المية cdr يسدني ايش هو cdr cdr cooldown reduction ايش هو يعني تخفض ال cooldown حق الابليتي حقتك او الائتم حقتك يعني انت الكيو حقتك ال cd حقها او ال cool down حقها او عشان تقري تستخدمها مرة ثانية عشرة ثواني لما تاخد حاجة ايتم تنقص لك cdr عشرة في المية بدل انه حنشلك واحدة ثانية يصير تقري تستخدم الابليتي حقتك ولا الائتم حقتك بدل ما كل عشرة ثواني مرة كل تسعة ثواني مرة فاهمين فالعيب في انه ما تشتغل الا على ايتم cdr فاذا انت اشتري ايتم اللي اظن اذا اخدتها secondary domination على support واخدت ingenious hunter على redemption على locket على كل الايتم اللي هي active تنقص cdr حقها مرة ممتازة ولا تنسوا لما تاخد ال وتاخد الزومبي وورد تي stack with each other ايش يعني لانه ال تنقص ال حق السكانر لانه السكانر active صح كل ما نقص ال cooldown حق السكانر معناه هتطلع زومبي وورد زيادة فهذول الاثنين صراحة مع بعض جدا ممتازين على support اوكي ام champions اللي هو في يعني اللي يبغوها domination سواء primary ولا secondary ده عندك items كثير يعني عندك يمومو عندك hydra عندك revenus hydra ولا تيتانيك hydra اكثر منها ممتازة على champions الكثير لانه ما في champions كثير يشولوا items فيها active الا قليل طبعا في عندنا اللي هو هكستيك items ممكن اذا انت من الناس اللي ياخد هكستيك item وياخد برضو اذا كانت واحدة بس او الاثنين طبعا الاثنين ما they don't stack with each other فما ما اشوف صراحة تنفع على champions مرة كثير لانه 3-4 champions في out of combat movement speed plus 8 pair bounty يعني 8 زائد 8 5 which is 48 movement speed out of combat لو اخد take down kill ولا assist كلهم الhunters model انه تزيدها by unique take downs تجمع الاستاكات حقتها بkill وابassist اوكي ولازم unique يعني على كل واحد قتلتوا مرة وزي ما هم كاتبين on each enemy champion ف انا زت انا talon انا champion ابغى سوي رومز كتير مين عندك انا katrina انا انا ابغى اقول رايز ممكن برضو انا tf اذا ابغى لعب بdomination طبيعي حاخد لانه اقدر اسوي شف اللين بسرعة اسوي روم انزل تحت ولا اروح top مرة بسرعة واطلع واخلص اللي بغى وارجع فالفكرة منها انه it helps you روم عشان كده اسمها hunter hunter يعني يكفش خلق الله اذا بتلعب في الجنغل بتلعب يعني من اسمه ringer ringer is a hunter by definition احتمال كبير شي طبيعي relentless hunter انا ابغى ازود سرعة عشان اجيب في كل الحالات اي champion ليس سن ما حقول relentless hunter is one of the best on him صراحة هو عنده سستين كويس ليس سن في الجنغل طبعا جنغل ثلاثة اربعة انا عارفين كثير من الجنغل عندهم سستين مرة كويس في الجنغل فاذا انت من الجنغل اللي عندهم سستين كثير ما يحتاج رفنس hunter تروح relentless hunter اذا انت من الجنغل اللي عندك مشكلة في السستين دائما هلثك يصير واطي كويس يا رفنس hunter لانه ايا بنتي تسويها ترجع لك هلث لانه ما يفرق تضرب champion وتضرب اي احد امين و وزي ما قلنا حاليا الالكتري كيوت تقريبا هي افضل خيار في التري لللينر اذا كنت من الجنغل اللي ما عندهم او من الناس حترى اوكي ممكن حتى البردتر نستخدمها على زيت طبعا الالكتري كيوت احسن صدقوني ما في هكذا حاليا الالكتري كيوت احسن بس ممكن اذا انت من الناس اللي تبغى تسوي رومز اللي بغى تفق سبرنت وتنزل بسرعة بردتر و ريفنس hunter وش اسمه ريلنتلس hunter ينفعوا مع بعض يصوروا مغرق كويسين دايستاك يا شباب اماجن فكر فيها كده لو انت الهورسي تاخد بردتر وتاخد ريلنتلس hunter وتفق سبرنتين الف فتاخد من هادي اللي هو out of combat مدري ايش قدي ايش دامج اللي تسويه بعد ما تفقها عشان الموفمت سبيد اللي يجيك وفي نفس الوقت عندك 48 out of موفمت كومبات ام ش اسمه out of كومبات سبيد فتجي طاير الف قد شفتها قد شفت يعني في كادا جيم اللي عبناها هورسي اللي هو الاخ هذا يجيك طاير الف من اخر الدنيا فاك بردتر فاك ريلنتلس هنتر يسوي اي على ADC يمسحه من فل لصفر ضربة واحدة واحدة يسوي اي وكيو في الهواء يقتل الادم اللي قدامه هكرم طبعا ف ف ف تريز زي ما انتوا شافين يا شباب يعني صراحة تريز صارت ابداع كمية التغييرات اللي يمكن تسويها فيها والابداع اللي يمكن تطلع في كل مرة حلواء على حسب الماتشاب على حسب من اللي قدامك على حسب الشامبين اللي بتلعبه على حسب طريقة لعبك حتى في بعض الحالات مرة ممتازة مرة ممتازة فزي ما قلنا اذا انت بيرس تبغى إلكتروكيوت اذا انت من الشامبينز اللي ما عنده يسوي تبغى تساعدك وما تحتاج منت أساسن إلا رينجر شوف رينجر أنا أفضل عليه عن دارك هارفست بس برضو يعني إذا انت من الناس تبغى تفرر مدات الجيم كلها دارك هارفست مرة كويسة بالنسبة لك أساسن يمكن حتى تنفع حتى معينه حقته موجودة عشان تسرع السرعة زيادة لأنه كل ما زادت السرعة كل ما زادت دامج حق الالتي حقتك صح كل ما زادت سرعتك الالتي رينج يزيد بريدتر بريلينتلس هنتر بو شغالة الالتي يصير رينج حقها قد السماء ما عدري ما نيفكر إذا كانت دامج كمان يزيد ولا لا بس أنا أعمل تأكد الرينج إذا انت من الشامبينز اللي هما أساسن ولا رينج جنجل دارك هارفست مرة كويسة عليك إذا عندك ستن شيب شوت كويسة إذا ما عندك إذا تبغى تسوي سستين في اللين ولا وتبغى تسوي تريدز كثيرة تيستو بلاد كويس إذا عندك داش تل جم لي تليب تليبورت كويسة إذا خايف من اللين اللي قدامك تيستو بلاد كويسة إذا انت سبورت ولا توب ولا جنجل ومنت دامج مين إذا انت ADC ويمكن جنجل تبغى تزوي دامج حقك ليد جيم مثلا ما اخذ جنجل وجال استلعب لتويتش في الجنجل أيبول كويسة لأنه الفكرة الأساسية عندك إنه والله تبغى توصل لل باور سبايك حقتك بأسرع طريقة ممكنة في الميد جيم ولا في الليد جيم وتبغى تزوي دامج حقك بأكبر طريقة فتاخد إذا إنت تبغى إذا إذا إنت احتمال كبير سبورت أو تاخد فيها كثير أفتكر يا شباب فيها ما فيها ما فيها ما تنفع لازم أنت بني آدم ما نيول تضغطها لازم فيها يا مومو تنفع ما تنفع 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 إذا إنت تبغى تسوي رومز إن كان ميد التوب قليل مرة حقاتك مرة قليلة صحيح إنه تسوي روم على ميد لين ولا على الجنقل حقهم بس الروم حقاتك تعتمد على تيمشي في الريفر إذا إنت جنقل يعتمد على تبغى تبغى تسهل الجنقز حقتك ولا هي كرم تبغى تخلي الجنق حقتك تفجيرية وبكده يا شباب نكون خلصنا دومونيشن تري إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي سبسكرايب وفولو سبسكرايب لي في تويتش وتسوي شير وفولو لي في يوتيوب وتسوي شير وتسوي لي فولو في تويتش إذا ما كنت تعرف أنا سوي ستريم يومي في تويتش وفي يوتيوب على الساعة 11 تقريبا من توقيت السعودية مع هذا يوم السبت الله يعطيكم الصحة والعافية يا شباب جميعا نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم على خير وإنتم صحة والعافية وإلى اللقاء ترامى عليكم اشتركوا في القناة